السلام عليكم بإذن الله اليوم راح نشرح المحاضرة الأولى بشابتر خمسة طبعا انتقلنا الصوت اليوم راح نشرح المحاضرة الأولى في شابتر خمسة سيما تعرفوا الفيرست هو عبارة عن شابتر خمسة ستة عفوا خمسة سبعة ثمانية لطلاب الطب وطلاب الأسنان طلاب تخصصات ثانية حسب السلبة الرسمية هو ميد في احتمال تصير فيرست بس مش مشكلة عادي احنا منبلش منبلش بخمسة سبعة وثبانية في حال انه ميد منمشي عادي لطلاب التخصصات الثانية منمشي لشابتر المطلوبة بالميد في حال فيرست بنكون انهينا بتكونوا انهيته الفيرست فمش هالاشي العظيم وما تخافوا وان شاء الله راح نخلص المادة قبل قبل الامتحان يكون عندك وقت تتراجع وكل هيلة ما طبعا انا شرحي انا بفهم وبحفظ في نفس المحاطرة يعني بس تحضرها ان شاء الله بتراجع بعديها من نص ساعة لساعة بالكثير بتكون انت مخلص الفيديو وفيش داعي اصلا بترجع مرة ثانية الا في حال نسيت شغله بترجع للشرح بالنسبة لشابتر خمسة شابتر خمسة هو عبارة عن بارتين ماشي البارتين طبعا هو مقسم لأكثر من موضوع اه طبعا هذا الشابتر راح نقسمه لأربع محاضرات اربع محاضرات ليش هسا راح احكي لكم لقدام لانه حسب حسب ايش المواضيع الموجودة فيها وعلشان ننجز بشكل ايش بشكل ايش بشكل سريع وانت اصلا لما يكون مقسم بحسب اه انت راح تقسم المواضيع بعقلك حسب الليكتر وكون الامور سهلة بالنسبة ايلك خلينا نبلش علشان ما ايش علشان ما اه انضيع اه وقت سو شابتر خمسة بالنسبة لشابتر خمسة اول ما نبلش فيه شابتر خمسة لازم نعرف اول ما تقرأ اي شابتر لازم تعرف ايش عنوان الشابتر الشابتر هو تركيب والوظيفة للجزئات الحيوية الكبيرة اوكي الجزئات الحيوية الكبيرة فمين هم الجزئات يعني قبل ما نيجي ندرس الوظيفة والتركيب اول شي بنعرف مين هم الجزئات الحيوية الكبيرة سو انت اسمعتهم كثير وقرفتهم ولكن احنا الارج موليكيول هم اربع اربع اقسام طبعا هذول الارج موليكيول ليش بندرسهم ونقول هذول الارج مهمات اه يعني في جسم الانسان مهمات لانه انا لما اجي اقسم جسم الانسان هل الانسان هو عبارة عن مجموعة من الاجهزة وهذول مجموعة من الاجهزة اه كل جهاز لو اجي مثلا جهاز هاضمي اجي عليه مقونا مقونا مجموعة من العضاء. مجموعة من العضاء مكونة يعني لو اجي اخذ المعدة المعدة مكونة من مجموعة من الانسجة. والانسجة مكونة مجموعة من الخلايا. والخلايا اصلا مكونة من هذول. سو يعني انا احكيتها بشكل سريع علشان تعرف انه في الها اهمية. وندرسهم هذول لانهم هذول موجودات ايش? اه مهمات في تكوين الكائنات الحقيقة. سو هذول الاربعة ايش? موجودات for ايش? موجودات in all living things. الاشياء العايشة. اوكي? الاشياء ايش? الحية موجودة فيها الارج بوليجيكال ملكيول. شو همه? لما اجي احكي الارج بوليجيكال ملكيول. الجزيئات الحيوية الكبيرة. بتقول لي همه عبارة عن اربعة. هاي هم قدامك. الاربعة هذول اللي همه الارج كاربوهيدريت. وفي عندنا البروتين. وفي عندنا نيوكليك اسد. وفي عندنا الليبت. يعني عندنا لارج كاربوهيدريت السكريات. وعندنا البروتين. وعندنا الحموض النووية نيوكليك اسد. وفي عندنا الليبت. تحفظهم زي اسمع كثير. اكيد انت سو تحفظهم قد ما تكرروا معكم المحاضرات. سو كاربوهيدريت بروتين نيوكليك اسد و ايش? والليبت. ثلاثة منهم شايفين? ثلاثة منهم اللي هو الكاربوهيدريت. والبروتين. يعني السكريات والبروتين والحموض النووية هذولا كبيرات كفاية عشان نسميهم اشي اسمه ماكرو موليكيولز ماكرو ماكرو معناه كبير 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 كثير يعني اوكي موليكيول معناه جزيئات اذا ماكرو موليكيول الجزيئات الكبير الكبير كثير هلا مين الجزيئات الماكرو موليكيول من ضمن الارج بيولوجيك الموليكيول تحكي لهم الثلاثة طب مين هو اللي مش ماكرو ملكيول? بتحكي لي الليبت. طيب ليش? الليبت not big enough. يعني مش كبير كفاية to be considered as the ماكرو ملكيول. عشان نسميه ماكرو ملكيول. اوكي? اذا هذول الثلاث كبيرات كفاية نسميهم ماكرو ملكيول. فمشان هي كم نسميهم ماكرو ملكيول. بالنسبة للليبت. هو not ماكرو ملكيول لانه not big لانه مش كبير ايش مش كبير كفاية. تمام? so ثلاثة من اللاجمه اللي جيجيك للملكيول هم ماكرو ملكيول. والليبت هو not ماكرو ايش. not ماكرو ملكيول. هلا بعدها ما نفوت موضوع اشي اسمه بوليمر وايش والمونومر. اوكي? بوليمر ومونومر. اذا احنا حكينا قبل شوي انه ماكرو ملكيول مين همو الماكرو ملكيول همو الثلاثة اللي هو كاربوهيدرية بروتين نيوكليك اسيت. اوكي? نسبة لا ايش حكينا انه ماكرو ملكيول نسبة للصايز. للهيوج ايش? هيوج صايز. لما اجي احكي بوليمر بوليمر هو عبارة عن ايش? هو عبارة نسبة لا ايش? نسبة لا انه الجزيئات بتكون على شكل سلسلة زي ما انت شايف. سلسلة زي ما انت شايف في الصورة. يعني ويلها شروط يعني عشان بس اقول بوليمر لما احكي بوليمر بده يكون لها شروط. ولكن قبل كل اشي خلينا اتعلم مصطلحات عشان امور تكون سهلة. لما احنا نيجي ايش? نفصل تكون امور سهلة. هلا لما اجي احكي بولي بولي معناها متعدد وين ما تلقيها? يعني بس تخلص بيولوجي باي مكان بالجامعة بولي معناها متعدد. داي اور باي معناها ثنائي. اوكي? مونو معناها احادي. هلا الام اي ار معناها موليكيول يعني الجزيئات. طيب. لما اجي احكي لك بوليمر. اوكي? شو يعني متعدد الجزيئات. لما احكي داي مر بتحكي لي ثنائي الجزيئات. لما احكي مونو مر بتيجي بتحكي لي بتيجي بتحكيلي انه احادي الجزيات بولي متعدد داي او باي ثنائي مونو معناها احادي اذا الداي ثنائي والمونو احادي فهلا لما تحكي بوليمر البوليمر هو عبارة عن جزيات على شكل سلسلة ومش بس جزيات على شكل سلسلة وخلصنا السلام لا في الها شروطة سرح نكيهم ايش لقدام هلا المونو مر هي اللي بتكوننا ايش البوليمر المونو مر اللي هو احادي الجزيات هذا لو ناخده لحاله هذا اوكي جزي هذا مونو مر لحاله جيب مونو مر ومونو مر ومونو مر اربطهم مع بعض برابطة ساهمية منسميه كوفيلانت بوند نجي نربطهم مع بعض منسميه هذا ايش منسميه بوليمر اوكي بوليمر اذا المونو مر هو اللي بكوننا ايش بكوننا البوليمر من اول شروط البوليمر انه يكون اول اشي عدده من ثلاثة وطالع ثاني شرط انه يكونوا رابطين مع بعض برابطة تساهمية كونوا رابطين مع بعض برابطة تساهمية ما يكونوا مفالتين يعني كل مونمر لحال منبطل نسميه بوليمر سنسميهم مونمر المونمر هو اللي بيكون لنا بوليمر جي مونمر مع بعض اربط بيناتهم حط رابط تساهمية هذا شايفينه بالأسود لو اكبر لكم اياه هاي شايفينها بالأسود هاي هي ايش الروبط التساهمية والرابط التساهمية رابطة ايش رابطة ايه ايه قوية جدا اوكي رابطة قوية جدا سو المونمر بكونونا ايش البوليمر طبعا صرنا حكيين شرطين من شروط البوليمر البوليمر لازم يكون long molecule لازم يكون ايش اطويل يعني من ثلاثة وطالع لازم يكون رابطين مع بعض برابطة ايش برابطة تساهمية والشرط الثالث انه المونمر يكونوا متشابهين يعني هات دائرة 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 كله هاتم دائرة فإذا أجيت والله أنا إذا أجيت أنا أجيت قلت لك بوليمر أجي من بوليمر هاي عندي هنا شوف هذا منطلق عليه بوليمر ولا لا خلينا نتأكد شو من يجي منحكيه أول شرط هو ثلاثة وطالع نعم ثلاثة إيش وطالع هاي واحد ثمتين ثلاثة أربعة خمسة أوكي ثانيا في رابط ساهمية نعم في هذا الشرط الثاني إيش الشرط الأول حققه والشرط الثاني إيش حققه الشرط الشرط الثالث ماشي الشرط الأول حقق الشرط الثاني حققه الشرط الثالث إنه يكون المنمر متشابهين أو متطابقين يعني إن فيه تشابه بناتهم أو تطابق إذن إيش الشرط الثالث إنه يكون المنمر إيش identical or similar وهذا الإشي متحقق إنه كلياتهم هيهم دوائر زي ما أنت شايف إذن هذا بنطلق عليه إيش بوليمر طيب نيجي على المثال الثاني مثال إيش مثال إيش 2 شوفوا هلأ هذولا هذا هذا بتطلق عليه بوليمر فبتقول لي آه دقيقة خلنا شوف الثلاث شروط أول شرط إنه هو طويل نعم ثلاث طالع هذا أول شرط حقيقه إنه في بناتهم كوفيلانت بوند في بناتهم كوفيلانت بوند هلأ المونمر متشابهين لا مش متشابهين واحد دائرة واحد مربع واحد دائرة واحد مربع وطل يعني مش متشابهين إيش ولا متطابقين المونمر فهذا ما منطلق عليه إيش بوليمر سوى البوليمر لازم أنا حط برأسي ثلاثة شروط شو هم الثلاثة شروط الشرط الأول إنه هو والشرط الثاني إنه يكون المونمر ساعينه أو أحد الجزئيات تاعه والشرط الثالث إنه يكونوا لطيما بعض بكوفيلانت بوند بشان أحكي عنه إيش بوليمر إذا أنت حفظت هذول الثلاثة شروط هذا يعني إنك أنت حفظت تعريفه شو تعريف البوليمر البوليمر هو مثل ما حكينا ثلاثة وطالع كونزيست يعني يحتوي على العديد من إيش المونمر اللي بكونوا متشابهين سيميلر أو متطابقين ايدنتيكال طبعا المونمر مرات نحكي عنهم بلدنج بلوك اللي هم لبنات البناء لأنهم مو لبنات البناء لمن للبوليمر وربطيه مع بعض بكوفيلانت بوند إذا أصلا حفظت الشروط وكأنك حفظت تعريف البوليمر سو أنا دايما هيك هذا الشرحي بيه بعتمد على الفهم أكثر من الحفظ إذا فهمت أنت فعليا أصلا حفظت أوكي الأشياء الحفظ بتكون إيش كمية قليلة فسهل جدا إيش سهل جدا تحفظها سو أنا لما أجي حط مونمر وأحط مونمر وأظن أعيد ربيتتف ربيتنج يونت يعني أظن أحط وحدات إيش أعيد الوحدات أحطها أنا شو قاعد أسوي هيك في هاي الحالة قاعد أسوي إيش قاعد أسوي بوليمر سو ربيتنج يونت أظن أحط من لبنات البناء أو المونمر قلنا البلدنج يبلكم أنها من مونمر أظن أحط أنا بكون إيش أنا بكون بوليمر سو البوليمر هو بتتكون من إيش من مونمر بنحطهم جنب بعض بنربطهم بكوفلنت بوند ويكونوا هذول السيميلر إيش أور آيدنتيكل فمشان هيك المونمر من وظائف المونمر تكوين البوليمر إذن من وظائف المونمر أول وظيفة للمونمر إنها تكون لنا مين فورمينج إيش أول وظيفة أول فانكشن لا المونمر إنه يكون لنا إيش فورمينج بوليمر وكمان المونمر مرات يعني لحاله ممكن يسوي وظيفة سم مونمر بعض المونمر ممكن يسوي وظيفة من تلقاء نفسه أوكي المونمر ممكن يسوي إيش وظيفة من تلقاء نفسه فمشان هيك البوليمر صار في عندنا لما أجي أحكي لك بوليمر بتقول لي بولي معناه متعدد أميار الجزيات مش بس إنه جزيات بحكي جزيات متعددة لا فيه كمان ده حط شروط براسي هلا البوليمر هو عبارة عن إيش عن جزيات على شكل سلسلة فيه إلها ثلاث شروط شو هم ثلاث شروط تقول لي يكون لونج ويلوكيول يكون رابطي مع بعض الكوفلانت بوند والمونمر بتاعته إيش طيب طيب هلا إحنا قبل شوي درسنا إيش قبل شوي درسنا لارج إيش بيولوجيك الملكيول هلا بنا نعرف منهم هذولة مين هو البوليمر ومين هو إيش بدنا نشوف من هو إيش البوليمر ومين هو إيش مين هو اللي مش بوليمر أوكي اللي هو ليس إيش بوليمر ما منطلق عليه بوليمر من هذولة إيش الأربعة سواللارج بيولوجيك الملكيول لو أجد فرج أنا هسا بدأت أعطيك المونمر وإنت تحكي لي إنه هذا بوليمر ولا لا فبالبداية بدي أعطيك إيهم لأنه لو قدام رح نتعلمهم الكاربوهيدريت بتكون من مونو ساكرايد مونو ساكرايد مونو ساكرايد مونو ساكرايد هل هذا الكاربوهيدريت بوليمر نعم ليش لأنه إيش لأنه المونمر بتاعه similar identical في كوفيلانت بوند بياناتهم وهو إيش long فمشان هيك هذا الكاربوهيدريت يطلق عليه إيش يطلق عليه بوليمر لما أجعل البروتين البروتين هو بتكون من أمينو أسد مع أمينو أسد مع أمينو أسد مع أمينو أسد مع أمينو أسد هل هذا يطلق عليه بوليمر نعم بطلق عليه بوليمر ليش لأنه عندك إيش أول شيء المونمر similar or identical وفي كوفيلانت بوند بياناتهم وإيش وهو long molecule إذن البروتين يعتبر برضو بوليمر لو أجعل نيو كليك أسد يا جماعة لو أجعل نيو كليك أسد نيو كليك أسد هو بتكون من نيو كليتايد مع نيو كليتايد مع نيو كليتايد مع نيو كليتايد مع نيو كليتايد ماشي هل هذا هل هذا بتطلق عليه بوليمر بتقول لي أول شيء هذول similar or identical منوممر وفي كوفيلانت بوند وهو long إذا هذن ايش هذا بوليمر إذن لحد الآن إذا لا إكدناوا لو اجي على الليبت بالنسبة للليبت بالنسبة للليبت بتكون من غليسرول وفاتي أسد ماشي هل هذا بوليمر خلينا نشوف اول شي ماشي ممكن يعني هو مش تشين لايك هو مش شكل السلسلة مشان هيك هو اصلا من البداية مش بوليمر وبتكون من ايش من نوعين المونمر فمشان هيك هذا لا يطلق عليه ايش بوليمر اذا الليبت هو ايش ليس بوليمر ليس ايش بوليمر اوكي فمشان هيك الليبت مسخة مشوية الليبت هو مش ماكرو موليكيول زي ما حكينا بالبداية هو نت ماكرو موليكيول وهو ايش نت ايش نت بوليمر هو مش ماكرو موليكيول ومش بوليمر سو دايما خلاص نحط قاعدة استنتاجية طلعناها هسا حاليا انو الماكرو موليكيول انو الماكرو موليكيول هم بوليمر واللي نت ماكرو موليكيول زي الليبت اللي نت ماكرو موليكيول نت بوليمر اوكي خلاص استنتاج نحطه ايش بي ايش براسنا اوكي فمشان هيك فمشان هيك نكون عارفين انه اللي بد اللي بد هو ناتس بوليمر وهو ايش ناتس ماكرو ايش ناتس ماكرو موليكيول هاي بالنسبة ايش للارج بوليجيكال موليكيول والبوليمر ومين نطلق عليه بوليمر من اللارج بوليجيكال موليكيول ومين نطلق عليه ماكرو موليكيول شو السبب انه طلقنا عليه بوليمر وشو السبب انه ما طلقنا عليه بوليمر وشو السبب انه طلقنا عليه ماكرو موليكيول شو السبب انه ايش ما اطلقنا عليه ايش ماكرو موليكيول هلأ قلنا المونمر ممكن يعطونا بوليمر صح وقلنا البوليمر ممكن نكسرهم ممكن نكسرهم ويعطونا مونمر يعني لو نيجي هنا نيجي نتفرج هذا في عندي بوليمر صغير أجيب مونمر وأزيد عليه أنا هيك قاعد بكون بوليمر أو قاعد بطول بالبوليمر يا بكون بوليمر يا إيش يا بطول فيه إذا بصير أضيف إيش مونمر طيب أوكي إذا باجي بصير أكسر روابط بناتهم أنا قاعد بفصل المونمر عن بعض أنا قاعد إيش بكسر البوليمر لمونمر سوف يدينا عمليتين هذولا بدنا نحطهم برأسنا عمليتين عملية بتكون بوليمر زي ما احنا شايفين وعملية إيش بتكسر البوليمر سوفي عندنا سيينثيس إنتاج للبوليمر وفي عندنا بريكينج داون إيش للبوليمر هلا شو هم هذول العمليتين العملية الأولى اللي هي دي هايدريشن دي إيش دي هايدريشن عملية الدي هايدريشن يا جماعة شو اللي بصير فيها بالضبط الدي هايدريشن لها اسم ثاني الدي هايدريشن لها اسم ثاني اللي هو كوندنسيشن عملية إيش تكثيف ليش سميناها عملية تكثيف لأنه أنا قاعد بظيف وكانه قاعد إيش بكثف أوكي قاعد بظيف وكانه قاعد إيش بكثف قبل ما نبلش بعملية إيش بعملية الأولى اللي هي الإضاءة يعني تكوين بوليمر أو تطويل البوليمر اللي هي عملية الدي هايدريشن خلينا نفصل إيش اسم شو يعني كلمة الدي هايدريشن خلينا نفصلها دي دي مش داي دي معناها ازالة معناها إيش معناها إزالة الدي هايدريشن معناها H2O water إذن بهذا التفاعل بتفاعل التطويل أو تفاعل التكثيف اللي بننكون منه بوليمر أو نزيد البوليمر نطول البوليمر رح يصير فيه إزالة ماء من اسمه دي هايدرائشن رياكشن إذن تفاعل اللي بصير فيه إزالة ماء شو اللي بصير بالفعل شوفوا هلأ أنا عندي هذا إيش هذا البوليمر القصير ماشي في عنده هون إيش في عنده هايدروجين أو اللي هي أتش ماشي موجودة وفي عندي هون مونمر أسأ أنا بدي أضيف المونمر أوكي المونمر عنده أو أتش وعنده إيش أتش هلأ أنا ما داجي أضيفه عملية الدي هايدرائشن من أخذ أو أتش من وان مونمر من مونمر وأتش من الأذر مونمر اللي هو إيش المونمر الآخر فأخذهم مع بعض شو رح يكونوننا هذولا أتش تو أو هذا الأتش تو أو رح ينزل علشان يصير بيناتهم إيش كوفيلانت بون زي ما احنا شايفين هنا أوكي نرجع نقوم بسرعة نرجع نقوم بسرعة إذن عملية الدي هايدرائشن بس تسمع دي هايدرائشن يعني إزالة ماء عشان نكون أو نكثف أو نجمع أو نزيد إيش البوليمر أوكي أو نزيد البوليمر فبكون في عندي إيش هايدروجين مع وان مونمر وأو أتش إيش مع أذر مونمر أوكي هلأ رح تتكون بناتهم إيش اللي هو هذا الرياكشن بتكون كوفيلانت بوند عن طريق إيش لص شو معنى اللص خسران خسران ماء الماء اللي هو أتش تو أو من وين أجه هذا الأتش تو أو كآلية من وين أجه بتقول لي أتش فرم ون مونمر أند أو أتش فرم ذي أذر مونمر أوكي فكوننا الأتش تو أو اللي هو صار لوس خسرنا فيه اللي هو دي هايدراشن إزالة إيش إزالة الماء أنا شو هنا كونت بالآخر كونت رابطة عن طريق إزالة الماء أوكي هاي بالنسبة لمن لا إيش لا الدي هايدراشن رياكشن شو ما نسميها دي هايدراشن رياكشن أو الكندنسيشن إيش رياكشن طيب إذن بالدي هايدراشن بس تسمع دي هايدراشن شو بتقول لي لوس أوف ووتر طيب ليش لوس أوف ووتر بتقول لي عشان أجمع أسيمبل عشان أجمع توميكيوز عشان أجمع هذول الجزئين أجمحهم مع بعض وحط بين أتهم كوitolانتبون أوكي عشان أحط بين أتهم كوitolانتبون لما أجي حط فيهم كوitolانتبون قبلها بكون في عندي خسران لوس with loss of water طيب كيف بتصير الآلية الآلية خسران الماء كيف بتصير يا جماعة بديجي بتحكيلي الOH منوخذها ال loss of water الOH from one monomer and ال H from the other monomer سوى الميكانيزم انه انت قاعد تكون لي رابطة من هذول المونمر من هذول التومونمر فبتقول لي اللي بيساهم بالووتر بتقول لي one monomer بيعطينا OH والother monomer بيعطينا ايش hydrogen اوكي والother monomer شو بيعطينا hydrogen نيجي على hydrolysis hydrolysis اوكي hydro hydro معناها مثل ما حكينا اللي من hydration هنا hydro معناها water H2O lyses أو lyses معناها تفكيك شو معناها تفكيك شو معناها تفكيك يعني انا شو انا بضيف اضافة ماء عشان افكك الرابطة ماشي عشان افكك الرابطة وايش واحول البوليمر ايش او كسر البوليمر او احول البوليمر لمونمر اوكي اذا من اسمه hydrolysis تفكيك بواسطة اضافة الماء اوكي اذا هو بيجمع ولا بيفكك بيفكك طبعا سو هو dissembled هذا شو كان هذا كان assembled assembled بخسران الماء هذا dissembled باضافة الماء addition of water كنا نضيف الماء طيب شو اللي بيصير بالزبط انا لما اضيف الماء لما اضيف الماء بدأ اضيف ماء صح الماء O H بيروح ل دقية شوية هون O H بروح ل مونمر و H بتروح للأذر مونمر وبتتكسر الرابطة وبيرجع ايش زي اول اوكي سو انا بكسر الروابط باضافة ماء من اسمها تفكيك بواسط اضافة ايش الماء هي عملية تفكيك بتفكيك البوليمر لايش بتفكيكو ل مونومر شو بتفكيكو ل مونومر اذا هي عملية عكسية لمين عكسية للديهايدراشن عملية عكسية ايش لا ايش للديهايدراشن في اسم ثاني الهايدروليس بسموها الووتر بريكيج اي ايش التكسير بالماء وهذا فعليا البصير عندنا احنا منضيف ماء اديشن اوف ووتر عشان نكسر الروابط اذا تكسير بواسطة اضافة ايش اضافة الماء طيب كيف الالية شرحنا الالية فبتيجي بتقول لي هو اديشن او ايش اديشن اوف ايش ووتر او اتش جو تو وان مونومر انت اتش فور اذر مونومر انت بصير في عندنا ايش بروكين لمن للبوند البوند شو بتصير لها بروكين رح تتكسر بواسطة اضافة الماء فهايدروجين بروح برتبط مع وان مونومر والهايدروكسل مع اذر ايش مونومر شوف كدش يعني سهلة العملية بس انا اكون انه من الكلمة من كلمته يصير انا اعرف ايش اعرف الالية كاملة دي هايدريشن ازالة ماء هايدرولوس تفكيك بواسطة ايش اضافة ايش الماء طبعا من الامثلة على الهايدرولوس اللي هم انزيمات الهضم انزيمات الهضم يعني كيف من الامثلة انه انزيمات الهضم هلا انت لما تأكل مثلا جاج خلنا احكي مااشي تأكل جاج او دجاج هو بروتين الجاج صح لما يفوت على المعدة رح تتكسر الروابط مااشي بواسطة اضافة ماء و بواسطة انزيمات معينة اوكي فانت قاعد تضيف ماء مشان تكسر الروابط لانه الدجاج ما بدك تخليها قطعة كاملة رح تتقسم للمونمر عشان نقدر ننتصها فمشان هيك ال ال عملية الهضم تعد مثالا على الهايدرولوس ال ال مين من امثلة عليه لما بتكون كاربوهيدريت اربطهم مع بعض ماشي بدي كون بروتين كمان اربطهم مع بعض هذا مثال عليه اذا تكوين الكاربوهيدريت تكوين البروتين هذا مثال على ال ال طيب هاي النقطة سننرجع لها ولكن بعد ما نرجع نجمع انا حط لكم جدول بجمع كل الحك اللي فوق د معناها ازالة معناها اضافة ووتر ال معناها ووتر حكينا معناها تفكيك منسميه condensation reaction تكثيف هو بحاولنا convert منمر بحاول المنمر للبوليمر او بطولنا البوليمر يعني بكون في عندنا بوليمر صغير بطولنا ايا منسميه assembled reaction اما الهايدروليس عكسه اللي هو polymer بحاوله للمنمر وهو assembled reaction بالنسبة ل الالية قلنا المنمر برتبطه مع بعض بكوفيلنت بوند عن طريق خسران loss of ووتر هنا منكسر روابط منضيف ووتر عشان break ايش البوند منكسر البوند منحول البوليمر لا ايش لا منمر فهو عكسية عملية عكسية اوكي طيب هلأ انا لما اجي اكون رابطة انا لما اجي اكون رابطة انا بستهلك بستهلك انيرجي فهي بتحرر الطاقة بتكون ايش الطاقة فمشان هيك بستهلك طاقة الهايدروليس ايش بينتجنا ايش طاقة طبعا الاثنين بحتاجوا لانزيمات تسرع speed up or catalyst هذون نفس المعنى دائما الانزيمات حطها ببالك من هون تخلص البيضوجي الانزيمات تدخل في التفاعل تسرع التفاعل ولكن لا تستهلك يعني ما بتستهلك بالتفاعل اوكي ما بصير الاستهلاك او يعني مثل ما بفوت الانزيم مثل ما بيطلع اوكي فمشان هيك هو فقط وظيفته بيسرع عملية ايش التفاعل بالنسبة ل الهايدروليس نفس الشي بيستخدم انزيمات بتسرع عملية ايش ايش التفاعل من الامثلة حكيت لكم انه الديهايدراشن كاربوهيدرات والبروتين لما نكونهم اوكي نكونهم عملية الديهايدراشن الامثلة الهايدروليس اللي هم الانزيمات تسر فمشان هيك هذا مثال على الهايدروليس وهاي الصورة مرة ثانية اوكي طيب اذا بالنسبة ل عملية الديهايدراشن او الكوندنسيش الرياكشن ممكن يكون عندنا مونمر ومونمر ومونمر نيجي نربطهم مع بعض فهيك انا كونت بوليمر صح فهذا منسميه ميك بوليمر يعني بكون بوليمر عن طريق اهد مونمر تويتش اثر ممكن انا عندي بصير اضيف ايش بصير اضيف عليه ايش منومر يعني من وظائف الديهايدراشن برضو الانجيشن بعمل ايش استطال او بعمل لو بالمرا بالمرا لمن ل البوليمر يعني بيزيده يعني بكون هو بوليمر صغير بيزيده اوكي اوكي او اد منومر تو ذا شورت بوليمر هاي بالنسبة ايش لعملية الديهايدراشن قبل قبل ما ندخل قبل ما ندخل الكاربوهيدريت نلم الحكي الماضي رح نلمه بشكل سريع نلمه احنا بلشنا قلنا حكينا انه في عندنا لارج بيولوجيكال موليكيول هم اربعة لارج بيولوجيكال ايش موليكيول شوف قديش رح نجمعهم شايف قديش شرحناه الورا ولكن منقدر نجمعه بشكل سريع جدا جدا يعني هذا الفكرة انا بشرح بطول بالشرح صح ولكن انت بالاخر المعلومات تقدر تراجحها بخمس دقائق اوكي ولكن الشرح اول شرح بحتاج لوقت سو لو اجي احكي لك راجع لي اللي حكيناه همرا هاي نراجحهم بسرعة شوف في عندنا لارج بيولوجيكال موليكيول اللي هم اربعة اللي هم كاربوهيدريت بروتين نيوكليك أسد قلنا ثلاث منهم ماكروميكيول لانهم huge enough لانه كبار كفاية منسميهم ماكروميكيول الليبت مش ماكروميكيول لانه لانه not huge enough بعدين فتنا على البوليمر والمونمر اوكي وحكينا البوليمر له ثلاثة شروط البوليمر شو يعني بوليمر قلناه جزيات على شكل سلسلة ولكن له ثلاثة شروط long molecule ايش بيكون رابط مع بعضه bounded by similar or identical فجينا طبقنا على large molecule لقيناهم الثلاثة اللي كانوا ماكروميكيول هم نفسهم بوليمر الليبت الوحيد برضه هو مش بوليمر ليش لانه بتكون من غليسرول وفاتي أسد فما عنده similar or identical ايش مونمر اوكي فمشان هيك اخذنا استنتاج بالنهاية قلنا كل الماكروميكيول هم بوليمر واللي مش بماكروميكيول هم مش ايش مش بوليمر وهو ايش الليبت بعدين قلنا انه المونمرز او قلنا المونمرز بنقدر نحولهم لبوليمر بعملية اسمها الديهايدريش الرياكشن والبوليمرز بنقدر نرجحهم للمونمرز عن طريق الهايدروليسيس وحكينا الالية قبل شوي هذو اللي اللي حكيناهم ايش او شرحناهم من بداية واللي هم موسابع صفحات اللي فوقت المهم نفوت للكونسبت الثاني ننبلش وحد ثم ثقافية ثم ثقافية ثم 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 ثقافية ثم ثقافية فأول إشي سأقسم الأربع لكتررات الكترر الأول هو الكترر الثاني ليبد الكتر الثالث هوبروتين الكتر الرابع هو نوباء منه لكتر فمشان هيك هه عبارة عن الكتررات هكذا هو أجل على الكتررات إن نفوت بالمواضيع ولكن قبل هذه المترجمات الدي هيدریشن رياكشن والهايدرولوسيز ممكن يصير على الأشياء العشياء الليbrush الليبات نات بوليمر صح مش بوليمر ممكن يستخدم الدي هيدریشن رياكشن ممكن يستخدم expanded الهادرالياي صاري 36 نفوت عاييش الكاربوهيدريق هو يشمل السكريات ومتعدد السكريات وسيença كمه هو اليوم كل 45 اقسام. قبل ما انقسمه لثلاثة اقسام خليني اخليك انك تعرفهم من الكلمة. مش بس انه انت بس تحفظ. لما اجي احكي مونو شو قلنا معنى مونو? اول ايشي بالبداية. قلنا مونو احادي. وداي شو معنى داي? ثنائي. وبولي متعدد. هلأ في عندنا السكرايد. السكرايد معناها معناها سكر. سكر. لما اجي اقول لك منوسكرايد. سكر احادي سكر احادي. لما اجي احكي لك في سكر ثني. لما اجي احكي لك بولي سكرايد تيجي تحكيلي متعدد السكريات تيجي تحكيلي متعدد السكريات من الاسم مونو واحد سكرايد معناها شقر لهو سكر إذن مونو سكرايد وحادي السكريات متعدد السكريات إذن لو نحكي هذا هذا mounosicricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricricric لو أجع على البولي سكرايد البولي سكرايد بتلاقيه هو ايش بتكون بوليمر او بوليمر من المونو سكرايد رابطين بيناتهم ايش رابطين بيناتهم كويلانت ايش اوكي سو انت خلاص صرت تعرف من الكلمة مونو سكرايد صرت تعرف ايش كأنك حفظت تعريف كل واحد So monosaccharide monomer of sugar وحادي هو منسميه simplest يعني هو ايش اكثر كاربوهيدريت بسيطة اللي هو monosaccharide Dysaccharide بدك تجيب لي two two sugars او double sugars او two monosaccharide two monosaccharide تربطهم بايش كيف لنتبهونتو طيب البوليسaccharide بدك تجيب many sugars او many monosaccharide تربطهم مع بعض اوكي هاي معنى ايش mono poly poly or di اذا صنعنا نعرف ان الكاربوهيدريت بتقسم لثلاث شغلات حكينا monosaccharide Dysaccharide poly poly saccharide فاول ايش راح نبلش بمين بالابسط واحد اللي هو monosaccharide راح نبلش بمين راح نبلش بالmonosaccharide المونسaccharide اللي هو اوحادي السكرية الوحادي السكريات دايما فيه ايش فيه ايش اوحادي السيغة كيميائية ماشي منعرف منه من خلاله ايش منعرف من خلاله اه 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 منعرف من خلاله اه دايما اه الصيغة الكيميائية هاي منعرف من خلاله تركيب اه اه او بتقول لي ان سي اتش تو او نفس الشي ادخلها نفس القصة فانتي احفظ هاي افضلك اوكي احفظ هاي ايش افضلك المونو سيكرايد اللو صيغة كيميائية شو بتفيدنا الصيغة الكيميائية الصيغة الكيميائية بتفيدنا الصيغة الكيميائية شو حكينا هي سي سي ان اتش تو ان او ايش او ان هاي الصيغة ايش هاي الصيغة الكيميائية الصيغة الكيميائية ماشي هاي بصير اعرف منها تركيب ايش تركيب المونو سيكرايد الان شو بتمثل الان تساوي عدد الكربون يعني جيت قلتلك مونو سكرايد مكون من ست ستة كربونات او خلينا نحكي مش ستة خلينا نحكي من خمس كربونات فابتيجي بتقول لي خلنا نحكيها بالانجليزي افضل خمس كربونات فابتيجي بتقول لي لما اقول لكم من خمس كربونات تعطيني الصيغة الكيميائية تبعده بتقول لي سي فايف عوض مكان الان خمسة اتش تو ضرب خمسة او خمسة فشو بيسوي سي فايف اتش تن او فايف فانت خلص احفظ الكيميكال فورميلا ماشي الكيميكال فورميلا احفظها لا ايش الكيميكال فورميلا او الملكل فورميلا لامية للمونو سكرايد بسي لاعطيك عدد الكربون وتطلع لي ايش يعني الصيغة الكيميائية طلع ليها او الصيغة الجزائية طلع ليها بشكل ايش بشكل سريع اوكي طيب هسا ابدأ احكي لك نفوت هنا عشان نعطيك ايام مثال هسا الجلوكوز هو مونو سكرايد وحادي سكريات وهو اشهر اكثر او يعني اشهر واحد او اكثر شيوعا من المونو سكرايد اللي هو المونس كومن احفظها مونس كومن مونو سكرايد اللي هو الجلوكوز سكر الطعم اوكي سكر الطعم هذا الجلوكوز هو اشهر ايش اشهر مونو سكرايد ليش قلنا اشهر مونو سكرايد فيش حدا بالعالم الا سمع بايش بالجلوكوز صح واكثر استخدام اصلا هو فمشان هيك هو اشهر مونو سكرايد ويقول لك هو يعني يعتبر من ايش يعتبر من الاشياء او central importance ما بتيج تفوتلي بالحكي هاذ بس خلص استعرف لي انه الجلوكوز هو مهم جدا لانه حياتنا بتتركز عليه فالجلوكوز اكثر شي طيب اذا جد قلتلك الجلوكوز الجلوكوز عنده ست كربونات فشو اعطيني اعطيني الموليكيل الفورمولة تعته فبتيجي بتقول لسي سكس ماشي يعني الان قديش بتسوي ست عنده ست كربونات فبتقول لسي سكس اتش تول او سكس فهاي الصيغة طلعت لي صيغة الجلوكوز وانت بس ايش بس حافظ الموليكيل الفورمولة من الموليكيل الفورمولة الموليكيل لكل مونو سكرايد لأكثر شو يعلن اللي هو البلوكوز الموس كومن مونو ايش مونو سكرايد هلا المونو سكرايد في عنده علامات علامات تجارية يعني بس تشوفه بتحرف يمين انه هذا مونو سكرايد في اشياء موجودة فيه بس تشوف بتقول هذا مونو سكرايد بعطيك انطباع انه هذا مونو سكرايد ففي عندنا زي العلامة تجارية يعني مثلا لما تشوف بلوزة او تشوف تشيرت بتقول ايه هذا من بولو فيه علامة تجارية معين فيه او شكل معين فيه بعرفك انه هذا من شركة بولو او من شركة الفلانية او فمشان هيك فيه علامات تجارية نفس الشيء المونو سكرايد فيه علامات تجارية خلينا نتفرد شو هي العلامات تجارية قبل ما نقرأها هذول شايفين هذا الجدول يحتوي على عندنا واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة سبعة مونو سكرايد هاي واحد اثنين ايد لا توصل ايه سبعة اوكي في عندي سبعة ايه سبعة مونو سكرايد لو ااجع عليهم كلياتهم كلياتهم لما اطلع عليهم شو اللي عرفني انهم مونو سكرايد في عندهم علامتين علامتين متبينين انهم مونو سكرايد في عندهم كربونايلي قروب اللي هي C double bond O وفي عندهم multiple يعني اكثر من واحدة من ال OH multiple ايه multiple multiple OH اوكي سو هذول العلامات تجارية بوضح اللي انه في عندي ايه في عندي ما في وهذا المركب هو AH M just هنا, هذه الى لذلك من الواحده هنا هنا لدي ايه wow وهنا أكثر من perhaps كل هذا sulf Jay هذه فقط اضول علامات مچان المترجم عليها فقط انتعرف هذا carta فحيث أن هذا هذا Cavalic Direct marks of the Mono Saccharide of Sugar أو إنه الشجر أو المونسكرide اللي هو QO والمالتبال إنه يكون فيه عندي أكثر من Heidroxel Group أو O Éكثر من multiple Hydroxel Group أو أكثر من O مشان هيك هذا السؤال في عندنا هذا السؤال أنت تحلو وبتحكي لي شو جوابه انا بحكي لكم انه صح ولا لا. اذا اخذنا اول شيء عن المونوسكرايد انه شو الكيميكال اه مليكول الفورميلا واخذنا عن الموس كومن مونوسكرايد اللي هو القلوكوز واخذنا انه العلامة تجارية. هلا راح نفوت تصنيف المونوسكرايد كيف بنصنف معناها تصنيف. تصنيف المونوسكرايد باعتمد على شوه? مش باعتمد على الكربونايل. باعتمد على موقع. لا تخربط مع العلامات التجارية. العلامات التجارية اشي والتصنيف اشي ثاني. اوكي? اذا المونوسكرايد ماشي? المونوسكرايد كيف بنصنفهم? بنصنفهم حسب موقع او مكان location of كربونايل جروب كيف حسب موقعها? يا بتكون طرفية زي ما انت شايفين هون? يا بتكون داخل within within الكاربونوسكليتون. يا بتكون طرفية. اذا كانت منسميه هذا ايش? بكون يندرج تحت ايش? الالدوز. الالديهايد شقر او الالدوز. اما اذا كان الكربونايل جروب بداخل سلسلة الكربون. ما اشي داخل? ما هي هاي سلسلة كربون هاي? اذا كانت بداخل الكاربونوسكليتور او سلسلة الكربون منسميه كيتوز. اذا موقع الكربونالي جروب بصنفنا المونوسكرايد لا ايش? صنفين. اللي هو الالدوز وكيتوز. الالدوز متى بكون الالدوز لما يكون تيرمينل على الطرف تيرمينل على الطرف الكاربونوسكليتون على طرف ايش? الهيكل الكربوني. طيب اذا كانت الكربونالي جروب وذن في داخل الكاربونوسكليتون بصير ايش كيتوز. هاي وظفة الكربونالي. اذا موقع الكربونالي جروب بصنفنا بصنفنا المونوسكرايد لالدوز وكيتوز. طيب هل فقط بس بعتمد على اللوكيشن؟ لا بعتمد على شي ثاني. لو اجي اتفرج كمان بيعتمد على ايش? على عدد ايش الكربونات. لو اجي اتفرج عليهم عدد الكربونات بهمنا. ماشي؟ فهون صنفناهم على حسب عدد الكربونات. اذا حط برأسك من هالساعة. حط برأسك قبل ما نشرحهم بشكل مفصل. حط برأسك انه تصنيف المونوسكريدي بيعتمد على شغلتين. شو هم الشغلتين؟ الاولى بيعتمد على موقع الكربونالي جروب. وثانيا بيعتمد على عدد نمبر ايش اف كربون بالهيكل الكربوني بالكاربونوسكليتون. اوكي؟ طيب. شوفوا. لما يكون عندي مثلا ستة كربونات بيختلف عن ايش خمس كربونات تفرجوا كيف؟ هاي صنفناهم حسب او يكون ايش ثلاثة. هذا الجدول حفظ ولكن راح حفظكم اياه بايش؟ بسهولة باذن الله. راح حفظكم اياه بسهولة. انت اول اشي حط ببالك اقسم الجدول براسك كيك زي ما اقسم هنا. اللي على شمال الدوز واللي على اليمين كيتوز. شو يعني على شمال الدوز؟ يعني الالدوز كربونالي جروب عند تكون بدها تكون طرفية. تمام؟ طرفية. اوكي. وشو يعني كيتوز؟ كيتوز يعني ايش؟ يعني الكربونالي جروب راح تكون ايش؟ اوكي؟ طيب. هاي بالنسبة لمن؟ لتصنيف كاللوكيشن. كنمبر لو اجي اتفرج واحد اثنين ثلاثة في عندي ثلاثة. ثلاثة معناها تراي. واوزز معناها سكر. لما اجي يقولك سكر ثلاثة. تراي اوزز. تراي اوزز يعني مكون من ثلاثة كربونات. بنت معناها خمسة. باللاتيني. ميث ايث برو ببيوت. بنت. بنت لو خمسة. هيكس معناها ستة. سو هيكس سوزز ست كربونات. بنت سوزز خمس كربونات. سو كمان تصنيف ايش؟ بيعتمد على ايش؟ بيعتمد على عدد الكربونات. اوكي؟ اذا بعتمد على شغلتين. عدد الكربونات وموقع ايش؟ وموقع الكربونالي جروب. طيب كيف نحفظه؟ مع بعض. اول اشي انا دايما لما يكون في جدول زي هيك ببلش من وين؟ ببلش من النص. من وين نبلش؟ من السكريات او من المونوسكرايد المكون من خمس كربونات من البنتوسيس. ففي عندي سكر الرايبوز. الرايبوز وين جاي هذا؟ على شمال. اكم كربونة؟ خمس ايش؟ خمس كربونات. لما يكون خمس كربونات. وجاي على شمال. شو يعني جاي على شمال؟ يعني الداوز. يعني الكربونالي جروب طرفية. هذا نسميه رايبوز. اوكي؟ اخوه الثاني اللي هو الكيتوز منه رايبو لوز. بدك تحفظها رايب مع لوز زي ما بدك. اهم اشي انك تكون عارفها. الرايبوز هو خمس كربونات وايش؟ كربوناي الجروب قطرفية. الرايبولوز خمس كربونات والكربوناي الجروب شو بدو تكون؟ بدكون ايش؟ بداخل ايش كربوناي يعني كيتوز. كيف بسألك بالامتحان؟ بيجي بيحكي لك بدي والله بدي شو هو السكر اللي بتكون؟ اللي بتكون؟ الكربونالي الجروب تبعته طرفية ومكوّن من خمس كربونات فبتقوله الرايبوز هذا. طيب الكربوناي الجروب بتكون كيتوز وعنده خمس كربونات تقوله هذا الرايبولوز. هكي بنسأل. إذن ثبتنا باقلنا اول ايش مين؟ ثبتنا باقلنا الرايبوز والرايبولوز طيب. لو نزيد كربونة دهو نزيد كربونة ماشي لتاهي تنزيد كربونة اللي على الشمال هذولة بظلهم كيتوز دايما اوكي مين همو؟ في عندنا اشحر غلوكوز اللي حكيناه الغلوكوز اشحر مونوسكرايد اللي هو الغلوكوز الغلوكوز مكوّم من ست كربونات اوكي مكوّم من شوه؟ من ست كربونات والكربونات القروب ايش طرفيه وفي ايش توأمو القالكتوز اوكي اللي بفرق بين الغلوكوز والقالكتوز اللي هو موقع في ايش في الهايدروكسي القروب بوحدة من الكربونات ايش بصيد لها سويتش يعني ايش بتنقل بالجهة الثانية بس هذا الفرق بينهم ولا الاثنين هم والكربونات القروب بتاعتهم طرفية ومكوّنين من ست كربونات اوكي من ست ايش من ست كربونات اذا ست كربونات والدوز هذا غلوكوز او غلوكوز طيب ست كربونات وكربونات القروب او كيتوز هذا من سميه فراكتوز ان الفراكتوز مكوّن من ست كربونات والكربونات القروب اوكي ظل مين عندنا ظل عندنا اللي هم الثلاث كربونات ماشي ثلاث كربونات سهلات في عندنا من اسم هاسا واحد بيجي بقولي الاسم صعب واشي زي هيك لا من الاسم قليسر الديهايد معناها الدوز يعني الدوز شو يعني كربونات القروب وين وين على النهاية او على الطرف وما ظلش عندنا ثلاث كربونات خلص من اسمه الديهايد يعني كربونات القروب يعني هو بيكون على الطرف الكربونات القروب مكون من ثلاث كربونات هكا عرفنا حفظنا الجدول وعرفنا نصنفهم اذا حفظت الجدول انت فعليا حفظت ايش الحكي الموجود هنا وفيش داعي ايش ارجع اشرحه لانو السؤال حكيتلكم كيف بيجي بيجي بيحكي لك بدي والله بدي السكر أو المونوسكرايد مكون من 6 كاربون من 6 كاربونات ماشي من 6 كاربونات وبكون كيتوز بتقوله مباشرة فراكتوز ليش حسب الجدول فانت هذولا إذا حفظت الجدول وكأنك حفظت الحكي الموجود هنا وفيش داعي له تمام هاي بالنسبة للمونوسكرايد المونوسكرايد طبعا إحنا لما ندرسه ندرسه بلينيار شاب زي هيك زي ما احنا شايفين هذا إيش الرسم خطي زي ما احنا شايفين أما بالمحاليل المائية بنلاقيه على شكل رنج حلقي هيك رنج فورم مش مطالب إنك شلون ترسمه بس خلص تعرف إنه بالمحاليل المائية لجلوكوز أو أي مونوسكرايد بكون إيش على شكل رنجز اللي هم حلقات فالمونوسكرايد شو وظيفته المونوسكرايد هو منمر يعني وظيفته كوننا الدايسكرايد والبوليسكرايد ومش بس سيك المونوسكرايد من ضمنه له الجلوكوز فبيعطينا الطاقة بعملية التنفس الخلوي لو سليل رسبريشن سو هو يعني هو الغذاء الرئيسي للخلية في عشان عملية التنفس الخلوي مشان يكوننا إيش إيش سو المونوسكرايد وظيفته شغلتين وخاصة لجلوكوز بكوننا دايسكرايد وكوننا بوليسكرايد وهو الغذاء الرئيسي للخلية لأنه راح يدخل في عملية التنفس الخلوي ويكوننا إيش طاقة نروح هيك خلصنا المونوسكرايد المونوسكرايد خلصنا نروح للدايسكرايد بالنسبة للدايسكرايد اللي هو مثل ما حكيت لكم عبارة عن اثنين مونوسكرايد زي ما حكينا نرجع له أوكي نرجع له هاي هو وجود عندنا الدايسكرايد هو ثنين إيش ثنين مونوسكرايد مع بعضهم البعض شايفين ثنين مونوسكرايد مع بعضهم إيش البعض ربطناهم بإيش بكوفيلانت إيش كوفيلانت بونت شو ربطناهم بكوفيلانت بونت هاي رابط التساهمية ماشي هاي الرابط التساهمية اللي بتكون بين 2 مونوسكرايد بالكربوهيدريات بدال ما نظن نسميها جول علماء قالوا بدال ما نظن نقول من سميها يعني ايش يعني الرابطة غلايكوسيدية لما احكي لك شو يعني رابطة غلايكوسيدية بتقول لي هي الرابطة بتوين 2 مونوسكرايد سهلة طيب شو هي الرابطة BETWEEN TOO MONO SAKAR감 بتقولي هي GLYCOSIDIC LINKGE اذا نصرناp نعرفיו ونعرف شو هي اذا هاي GLYCOSIDIC LINKGE فقط موجودة وين او الاسم هذا منطلق فقط على الكوذلنت bond الموجودة وين بالكاربوهيدريت يعني هون عندي GLYCOSIDIC LINKGE هنا عندي GLYCOSIDIC LINKGE بالDIYCOSIDIC LINKGE في عندي واحدة self-GlyCOSIDIC LINKGE اذا GLYCOSIDIC LINKGE دائما تربطي اياها معاهمة أنا أدريح. يمكن أن يكون هاتفBMذا Gi-CiUTE. ، هاتف يمكن أن تح Anschدرة . ما هي hunters terventim age بالنسبة للتومونوسكرايد قلنا هذا الروابط مين بيكوننا دِّي هيدريشن، صح دي هيدريشن، صح okay انها الدي هيدريشن هو مين أن يكون الدَّي هيدريشن ففي عملية الدي هيدريشن تكون الآن دعاً من 측وان مي إذا عرفنا ما هو دي سكرايد في الناس، حولًا طرقned Brazilianche would start circa 20 hacia 20 رابطين مع بعض ايش بيجلايكوستيك لينكيج هلأ مهم جداً انواع الداي سكرايد رح يجي عليهم سؤال مئة بالمئة في عندي ثلاث انواع من ايش ثلاث انواع من ايش من الداي سكرايد اللي همه مالتوز ساكروز لاكتوز في عندي ايش ثلاث انواع اللي هو مالتوز ساكروز لاكتوز هذول شايفينهم ثلاثة جمعتهم في جدول عشان انت خلص لما تحفظ الجدول وكأنك حافظ الحكي اللي موجود هنا فوق اذا في عندي ثلاث انواع مالتوز اللي هو سكر الشعير ساكروز اللي هو الاكثر شيوعا هذ وفي عندي اللاكتوز اللي هو ايش بنلاقيه بحليب الام او بسموه شقر بريزنت ان ايش ماذرز ملك طيب نبلش ايش شو عندنا بدك تحفظهم زي اسمك مالتوز لاكتوز ساكروز رح يجي سؤال ع واحد منهم او بتجيب لك سؤال ع اثنين اوكي يعني رح يجي سؤال رح يجي سؤال فلازم تحفظهم زي اسمك سو دائما انا الجدول شو بقول لكم بنحفظهم ايش بنحفظهم ببلش جداول زيك ببلش من المص فاندي المالتوز المالتوز سهل مكور من غلوكوز وغلوكوز والرابطة لبناتهم الفا واحد اربع الفا واحد اربع غلايكوستيك لينكيج اوكي غلوكوز غلوكوز اذا بنزل درجتين بصير الفا بيتا واحد اثنين اللي همين الساكروز ساكروز مكون من غلوكوز فراكتوز ماشي طيب نرجع مالتوز مالتوز شو مكون غلوكوز وغلوكوز على نفس الدرجة اللي هي بيتا واحد اربع غلايكوستيك لينكيج بكون في اندي اللي هو اللاكتوز مكون من غلوكوز وغلوكوز مالتوز مكون من غلوكوز وغلوكوز الساكروز من غلوكوز spoراكتوز واللاكتوز من غلوكوز الرابطة بالساكروز بكون الفا One atau ba one المالتوز cinco اربع монتوز اللاكتوز بيتا و واحد اربعة طبعا اللاكتوز قلت لكم بحليب إيش؟ حليب الأم انصار بنسبب المذرز ملكي المالتوز بخصص شعيرImage of my食 المالتوز سكر الشعير هذا بساوهم منه بروينغ بير تحضير البيرة السكروز آخر إشي هو الشكل اللي بنتقل فيه الكاربوهيدريت ماشي من الأوراق للجذور ماشي يعني السكريات ما بتنتقل بالنبت هيك كمونوسكرايد لا تنتقل على شكل سكروز فترانسپورت الكاربوهيدريت ترانسپورت نقل الكاربوهيدريت من الأوراق للجذور ماشي على شكل تكون أو لأي عضو آخر داخل النبات على شكل سكروز فعرفنا كل واحد شو مكون شو الرابط تاعته وإيش وين نلاقيه أو شو منستفيد إيش منه أوكي طيب لما أجي أجيب لك الصورة هاي وقل لك غلوكوز غلوكوز هذا شو راح يكون لني ربطهم مع بعض الرابطة إيش رابطة ألفة شايفين يعني الكربون الأولى مع الكربون الرابع هاي معناها واحد أربعة كونني إيش المالتوز نيجي غلوكوز مع فراكتوز الكربون الأولى مع الكربون الثانية ماشي كونني إيش سكروز غلوكوز مع غلوكوز اللي هو بيتا كونني بيتا رابطة بيتا إيش إيش بيتا واحد أربعة فلازم يكون عارفين الرابطة حتى لو جاب لك شكل زي هيك بتكون إيش بتكون عارف حسب الترقيم وحسب شو هو بيتا إيش مالتوز غلوكوز غلوكوز فراكتوز هذا سكروز غلوكوز 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 هذا إيش هذا لاكتوز إذن الجدول بيغنيني على الحكي هذا الموجود كلياته حفظت الجدول إنت إيش حفظت الحكي إيش الموجود بالإضافة إنك تعرض تعريف الداي سكرايد ومهم رح يجع عليه سؤال إيش بالامتحان آخر إشي اللي هو إيش البولي سكرايد في لكتر اليوم أو في لكتر هذا الفيديو اللي هو إيش البولي إيش سكرايد بالنسبة للبولي سكرايد حكيت لكم البولي سكرايد اللي هو كاربوهيدريت وهو البولي سكرايد الماكرومولكيول طبعا البولي سكرايد ممكن يتكون من few hundreds to the few thousands يعني تقريبا من المئات إلى القليل من الآلاف من المونو سكرايد حكينا البولي سكرايد يتكون من مجموعة من المونو سكرايد ربطين مع بعض بغلايكوستيك لينكيج قلنا غلايكوستيك لينكيج اللي هي نفس الموجودة بالكاربوهيدريت والكاربوهيدريت قلنا إيش البولي سكرايد هو جزء من الكاربوهيدريت طيب هذا راح نرسمك مخطط أهم إشي البولي سكرايد لما نرسمك مخطط راح يلملك كل الحكي اللي راح نحكيه قدام هلا في عندي البولي سكرايد بينقسم إلى قسمين يعني إحنا بولي سكرايد راح نخزن مونو سكرايد على شكل بولي سكرايد أو نسويه كتركيب فبنيجيها بطريق ثاني نحكي ليش 여기 نحننا منسوي نخزن في الموازن مشان نخزن السكر فالبوليساكرايد في اننا بوليساكرايد تخزيني منخزن في المواد زي السكر عشان لما نحتاجه نرجع نكسرهم ونستفيد منهم او تركيبي يدخل في تركيب ايش يعني اه يدخل كمادة بنائية للمركبات وهذا الاشي راح نحكي لها قدام زي مين زي جدران ايش جدران الخلايا زي جدران في اننا جدار الخلية جدار الخلية هذا موجود في النباتات ايش يسمو غشاء خلية وفي اننا ايش يسمو جدار خلية جدار خلية موجود في النباتات مش موجود بالانسان طبعا ولا الحيوانات فجدار خلية يعطي القوة للخلية اوكي فجدار خلية مكون من بوليساكرايد فالبوليساكرايد بشكل عام بشكل عام لما اجي حكي لك بوليساكرايد تقول لي هالا متعدد سكرية مكون من مني اه مونوساكرايد رابطي مع بعض بيك لايكوسديك لينكج فاتقول لي احنا اصلا ليش بدنا نكون هذا البوليساكرايد للي في عندنا لشغلتين تخزين عشان يدخل في التركيب طيب بالنسبة الى التخزين في اندي نوعين لهم التخزين والسطارج هذا بوليسكرايد تخزيني موجود بالنباتات والجلايكوجين بوليسكرايد تخزيني موجود في الانيمال بالحيوانات بيخزن السكر على شكل بالنباتات بيخزن السكر على شكل نشا هو النشا بالنسبة الى مين للسطورج بوليسكرايد لو اروح انا انط على الانط على الستروكترال الستروكترال في عندنا نوعين من البوليسكرايد بدخلوا في التركيب زي السليلوز السليلوز بالنباتات بدخل بتركيب الجدار الخلية السلول الكايتن موجود في اكثر من مكان نستخدمه في اكثر من استخدام ولكن في عندنا زي المفصليات الاليثروبوتس ماشي الاليثروبوتس اللي هم مفصليات بمني ايش بمني الشكل الخارجي يعني زي المفصليات زي مين زي الصرصور لما تيجي تشوفه بتلاقيه يلمع من فوق او طبقة زي القزاز من فوق صح؟ لما تدعس عليه بتتكسر هاي الطبقة تركيب هذا المنبر وهذا كايتن فهو يدخل بالإكسو الخارجي بالهيكل الخارجي في تركيب الهيكل الخارجي لهذه الاليثروبوتس اوكي؟ اذا بدأج اجمع الحكي اللي حكيتلكم اياه الستوريج في عندي بوليساكرايد تخزيني وفي عندي بوليساكرايد تركيبي التخزيني في عندي الستارش اللي هو النشأ موجود وين؟ موجود بالبلانت بالنباتات صح؟ قلنا، وين بالنباتات؟ بالكلورو، بالبلاستيدات الخضراء؟ طبعاً في اننا بلاستيدات بالنباتات بلاستيدز وهو موجود بالكلورو بلاست وين موجود بالكلورو بلاست؟ موجود بالكلورو بلاست على شكل جرانيولز اللي هو محبيباتي اذا النشأ هو متعدد سكريات تخزيني وينخزين السكريات على شكل ستارش بالنباتات، بالبلاستيدات الخضراء منلاقيه على شكل جرانيولز جوات كلورو بلاست بالنسبة للغلايكوجين حكينا لغلايكوجين منلاقيه وين؟ بالأنيمل وين بالضبط بالأنيمل، بالحيوانات؟ روح على الليفر على الكبد وعلى المسلز على العضلات على الليفر وعلى المسلز بتلاقي أيتها لا ي Ameriوجion بتخزن بالانيمال وين؟ بالكبد و بالعذرات أوكى طيب اهي بالنسبة للتغزيني بالنسبة للبوليوسيكرايد التركيبي قلناكوا ان ما بيننا 2بوليوسيكرايد 2بوليوسيكرايد التركيبي وماشى وسيلولوز وين كان موجود بالبلانت وين بالظبط بالبلانت بالسيلول طبعا الجدار الخلية هو اللي بيعطي القوة اللي هي الصلابة للخلية فدائما النباتات لقيها شكل زي المربع فمشان هيك لان بتعطيها الشكل يعني شكلها دائما تشوفه منتظم لانه بيعطيها الشكل والقوة هذا السلول مكون من سلولوز رح نشرح لقدام الكايتين قلنا فيه اكثر من مكان ومن الامثل عليه اللي هو ايش مفسليات المفصليات الاكسو سكيليتون اه ايش آيثروبوتس اذا صنعنا الليو نعرف there is storage storage faudra storage زندري والستوريج والمعبوليسيكالايد وستوريج والمعبوليسيكالايد طيب نشرح واحد واحد بعدين ننم الموضع كاملة الستارش تجي بتحكيلي الستارش هو عبارة عن استوريج بوليساكرايد ارجع ارجوع استوريج بوليساكرايد طيب شو هو الستارش؟ بتكون هو بوليمر متعدد سكريات مكون من ركز ماي من ألفا غلوكوز يعني جيب لي غلوكوز من النوع ألفا مش بيتا ألفا ربطهم مع بعض بيكونونا الستارش طيب بالنسبة لغلايكوجين هذا كمان ألفا غلوكوز ولكن بس هذا بالأنيمل هذا وين موجود؟ بالبلانت طيب بغلايكوجين بوليمر ألفا غلوكوز وين موجود بالأنيمل؟ وين بالزوط؟ بتقول لي بالليفر والمسلس بالعضلات والكبد الليفر والكبد والمسلس اللي هم العضلات هاي بالنسبة لمن؟ للستوريج بوليساكرايد الستركترال زي السيلولوس هو بوليمر أف بيتا والكيتن بوليمر أف بيتا أياش غلوكوز حسنا الستوريج بوليمر أف بيتا غلوكوز طيب هلا بس شغلي واحد اللي بدي بدي أنوح عليها هون هلا تفرج هون بيتا غلوكوز وهون بيتا غلوكوز ماشي؟ هلا شو اللي بيفرق البيتا غلوكوز تاع السيليولوز عن البيتا غلوكوز تاع مين؟ تاع الكيتن؟ الكيتن حطه براسك هاي مهمة جداً البيتا غلوكوز معه البيتا غلوكوز هاد راح أورجيك إياه قدام طبعاً شوف هذا بيتا غلوكوز بعدين هاسا كمان شوي بحكيكم كيف تعرف هو بيتا غلوكوز ولكن شو رابط معه مجموعة أماين؟ لما تشوف هذا المونمر تاع مين؟ تاع الكيتن طيب لو أجد شطبته هذا شطبته؟ هذا بيتا غلوكوز لحاله هذا بكون لإيش؟ للسيليولوز أما بيتا غلوكوز مع مجموعة إيش؟ مع مجموعة أماين بتكون هذا المونمر لمين؟ للكيتن؟ فاختلاف المونمر هذا عن هذا البيتا السيليولوز عن السيليولوز واختلافه عن الكيتن إنه هذا مع مين؟ أماين إيش؟ أن إيش؟ مجموعة إيش؟ أماين أوكي؟ هذا إيش؟ هذا لازم إيش؟ لازم إيش؟ نعرفه نحطه إيش ببنة أوكي طيب أتبراً أنا بشرح قاعد هاي الشرح هذا الشرح عن أكثر من صفحة فإنت إذا بتحفظ معي وتفهم هذا الشرح خلاص يعني أنت بتمشي صفحات لقدامه طيب بالنسبة للستارج قلنا هوا بقوله مرؤوف ألفا غلوكوز الستارج في عنده نوعين؟ أمايلوز أمايلوز أمايلو تكتفظن زي اسمك بيكتن أوكي؟ أمايلوز أمايلوبيكتن هلا شرح بيفرق الأمايلوز عن أمايلوبيكتن؟ الأمايلوز بكون غير متفرع يعني هذا مثلاً منضيف غلوكوز في غلوكوز هيك بتلاقي أما الأمايلوبيكتن بكون بتلاقي هيك بتلاقي في له إيش؟ تفرعات بيكون برانشد فمشان هيك الأمايلوز لما يرتبط هذا الغلوكوز بيرتبط بـ 1.4 ألفا واحد ايش؟ أربعة هنا لأن الأمايلوبيكتن متفرع ماشي بكون رابط هاي الرابط الرئيسي بكون ألفا واحد أربعة والتفرعات بتكون ألفا واحد ستة فمشان هيك إذا قال لك شو البونز الموجودة بالأمايلوبيكتن بتقوله ألفا واحد أربعة واحد ستة يعني في عندنا تفرر d diprogram بالنسبة بالنسبة للÖ بكتن بيرش متفرع وإيرش ألفا وأره أربعة واحد إيرش أجعلي confusing بالنسبة للي هو بيرش متفرع أو مور بيرش متفرع أكثر من الألي وبكتن لقليفي Nissan متفرع أكثر من مين من الألي وبكتن فشيب أن يكون عنده ألفا وأربعة نفس الشي واحد ستة حتى لو أكثر تفرع يعني يفعل التفرعات يعني 1 4 1 6 تمام بالنسبة للسليلوز اللي بهمنا هنا بهمنا السليلوز بالتفرعات هنا Never ever branched شو نعرف عن السليلوز Never branched يعني مش unbranched يعني 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 unbranched اوكي يعني يعني unbranched هذا بالنسبة لمن لا اش لا السليلوز اوكي طيب تمام بالنسبة للهضم بالنسبة لكييل الهضم هلأ الغلايكوجين بالنسبة للغلايكوجين ه補ى ما وجودة عندنا بالجسم يعني احنا لما نحتاجوا للغلايكوجين جسم نفسه بجيبه وبصير كسل وللغلوكوز بهمني بالهضم من بهمني بالهضم الستارش واءش والسليلوز لأن احنا منوكل النباتات منوكل يعني اشياء الخضرة بتلاقي فيها السليلوز هذا بهمني الآن بالنسبة للهضم هل الستارش بنهضم؟ نعم هل السليولوز بنهضم؟ لا ينهضم ليش؟ شو السبب؟ شو السبب أنه بصير أنه الستارش شو السبب أنه الستارش بنهضم بصير له والسليولوز لا ينهضم السبب أنه عندنا عندنا في عندنا أنزيمات بتهضم الألفة والستارش هو ألفة وما بتهضم ولا تهضم البيتا والسليولوز هو بيتا وهذا شو؟ هذا ألفة إذن لأنه السبب أنه عندنا نحن أنزيمات الأنزيمات الموجودة أنها بتهضم الألفة ما بتهضم البيتا فلما ما تهضم البيتا يعني ما بتهضم السليولوز السادش فيбиتيو سينيزم وشو السليولوز ما بصيره ما بتهضم البيتا فهيا المخطط كاملا لا يشارع نراجع بصرأة بصرأة بيسي كرايدي بيقسم الى استوريج والستارش والسطير والجليكوجين والستارش والسليولوز والكيتم طب وين موجود الستارش؟ موجود بالبلاند هو تخزيني موجود بالبلاند بالبلستيدات الخضراء جواة البلاستيدات فلننا كلوربلاست كلوربلاس في جرانيوز جواته ستارج لو نيجع على الجلايكوجين الجلايكوجين هو متعدد سكرية التخزيني بالأنيمالز بتخزن فيه على شكل بالليفر و في المسلز طبعا الستارج هو بوليمر أوف ألفا غلوكوز الجلايكوجين بوليمر أوف ألفا غلوكوز الستركتر رفع عندنا سليولوز والكايتن السليولوز بوليمر أوف بيتا غلوكوز وهو موجود بالبلانت في السلول والكايتن بوليمر أوف بيتا غلوكوز بس محا نايتروجين جروب اللي هو البيتا غلوكوز مشان هيك طبعا هو بدخل فيه تركيب أكثر مشغلة من ضمنها الاكسوسكيلوتون أوف أرثروبوتس هلا الستارج ومقسوم لقسمين أمايلوز أو أمايلوبيكتن أمايلوز أن برانش مشان هيك ألفا واحد أربعة الأمايلوبيكتن هو برانش ألفا واحد أربعة ألفا واحد أهاش ستة الجلايكوجين مور مور برانش أكثر متفرع أكثر من مين أكثر من الأمايلوبيكتن فمشان هيك هو برانشت وهو ألفا واحد أربعة واحد ستة السليولوز أخر إشي احنا عندنا نزيمات تغضم الألفا فمشان هيك الستارج لما تأكله بنهضم الستارج موجود بالبطاطا أكثر إشي فأنت لما تأكل بطاطا بنهضم بالنسبة للسليولوز ما بينهضم مثل ما بدخل على الجسم بيطلع من خلال ايش فتحة الشرج فما في ايش أي هضم بصير عليه ولكن السليولوز السليولوز هو يعني بتبرو الفايبر زمو الألياف السليولوز مهم يكون موجود بالأكل الصحي لأنه بيحفز القنوات الهضمية إنها تفرز مخاط وصير الأكل يمشي بسلاسة وما يصير أي مشاكل أوكي فالسليولوز ما بينهضم الستارش شو بينهضم ونعرف إنه الستارش هو ألفا جلوكوز وهذا ايش هذا بيتا جلوكوز سو تفرجوا بهذه المعلومات أو بهذا المخطط طبعا المخطط هايو أنا راسمه بس لازم أرسمه قدامكم مشان تكونوا حافظين كل الحكي سو احنا كل الحكي شايفينه هذا اللي تحت كل ياتوا إيش حكيينه من ضمنهم بس من تصير نضيف نقطة نقطتين قلنا الستارش هو بوليمر أوف ألفا جلوكوز موجود بالقرانيولز اللي موجود ببلسيدات ما شي اللي موجود بالنباتات بالنسبة للنشا النشا هو تخزيني يعني هو بتكون النشا عشان يخزن لغلوكوز زيادة بالنباتات ولما نحتاجه بيتكسر طبعا وتحتاجه النباتات بيكسره وبأخذ لغلوكوز وين أكثر شي ما وجود النشا النشا موجود بالبطاطا لما تقشر البطاطا ماشي وتمسك البطاطا يبتحس أنه فيه أشي صار على إيديك هذا نشا النشا أو الستارش موجود بالبطاطا بالبطاطا وبالحبوب وهذا يعد اللي هو المصدر الرئيسي لغذاء الإنسان الأنمال الحيوانات بتقدر تهضم الستارش؟ نعم تقدر تهضمها ليش؟ لأنه فيه عندنا أنزيم بيهضمها أكي؟ أكي؟ سواء أنمال هاذي كان درجش عندنا إنزيمات بتهضم الستارش قلنا الستارش من قسم الأميلوز و أمايلوبيكتين هذا أني برانشت 1-4 هذا برانشت 1-4 1-4 1-1-6 بالنسبة للغلايكوجين هو المصدر الرئيسي هو المصدر الرئيسي وهو متفرع أكثر من الأميلوبيكتين متفرع أكثر من الأميلوبيكتين أوكي؟ وين بيخزن؟ راح يخزننا السكرية لشكل غلايكوجين وين؟ بالليفر والمسلز أوكي؟ ولما نحتاجهم لما نحتاج مثلا أنت صرت تلعب في طبول حتاجت أنه بدك سكر عشان تنتج طاقة بصير الغلايكوجين هذا نأخذه من الكبد ونأخذه من العضلات وبصير يتكسر ويعطي غلوكوز بالدم لكي ننتج طاقة أوكي؟ فعند الحاجة إذا الجسم نحتاج هذا لغلوكوز منصير نكسر بعملية الهايدرولايسيس صح؟ كيف منبني مع عملية الديهيدرائش كيف منكسر مع عملية الهايدرولايسيس حكيناها في بداية المحاضرة أوكي؟ لو أجد تفرج هنا بالبطاطا شو بلاقي؟ بلاقي ستارش والستارش إذا كان غير متفرع زي هذا اللي شايفين له هو أمايلوز بس الجدول هذا لتأكيد المعلومة فقط الروح على Structural Structural برضو حكيناهم قلنا Structural مثل السليولوز والكايتن السليولوز هو المكون الرئيسي لمين لجدار الخلية بالنباتات وجدار الخلوي بيعطي القوة أو toughness للول القوة والصلابة لجدران الخلايا بالنسبة لكايتن ممكن نلاقيه بالأريثروبوتز قلنا الإكسوسكليتون زي الإنسكس الحشرات السبايدرز اللي هو العناكب فمنلاقيه بهذه المفصليات طيب ننجي على السليولوز السليولوز شو حكينا السليولوز السليولوز هو المكون الرئيسي لمين جدار الخلية قلنا السليولوز ما بنهض مش لا ينهض وقلنا السليولوز هو ألفة ولا بيتا لغلوكوز بيتا غلوكوز هنا هل هو متفرع قلنا نيضر إيضاري برانشت مشان هيك الإنسان ما بيهضمه أو الحيوانات ما بتهضمه فمشان هيك هو أكثر أكثر مادة عضوية متوفرة على كوكب الأرض السليولوز بدي أعرف كيف السليولوز كوننا جدار خلية ركز معي بالصورة مشان تحفظ الحكي هذا يعني إذا بتركز بالصورة بتحفظ الحكي اللي موجود هون هذا شو هذا بيتا هذا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-ـــــــ متوازيات يرتبطوا مع بعض متوازيات يرتبطوا مع بعض شو بكونون لليف دقيق ماشي مجموعة سليلوز متوازيات مع بعض نجمعهم مع بعض بكونون لليف دقيق هاي هذول اللليفات الدقيقة مع بعض بكون جدار الخلية اللي شايفينه هون هذا الأصفر اعطى الشكل و اعطى القوة للخلية كيف يكون السليلوز بكوننا سليلوز فتقول لي البيتا جلوكوز اصلا مع بعض نربطه مع بعض بالديهايدريشن بكونونا متعدد سكريات اللي هو السليلوز السليلوز نحطه مع بعض متوازيات مع بعض بكونونا المايكروفايبرلز الللي هم اللليفات الدقيقة اللليفات الدقيقة مع بعضها هن المادة هي التركيب ايش لا السلول فبكونونا المايكروفايبرلز هذو بكونونا ايش السلول فمشان هيك السليلوز هو بيدخل في تركيب ايش السلول وهاي الرسمة طبعا رسمناها مع بعض وكويس نرجع نرجع ان نشوفها هون يعني انا نذكرهم بشكل مرتب اوكي بالنسبة للكيتن بالنسبة للكيتن اخر اشي بالنسبة للكيتن حكيت لكم الكيتن هو بوليساكرايد والمانور تاااااااااااااااااا المانور تااااااااااااا اول مانور تاااااااااااو ولكن لك Mike وجمه بالنسبة كbehقول لك mà فلما يكون اماين او اللي هو النايتروجن لما يكون النايتروجن موجود هذا يعني ايش هذا البيتا غلوكوز هذا كايتن للكايتن طيب قلت لكم الكايتن وين ما نستخدم بالأيرثروبوتز بالإكسوسكيلتون ماشي والكايتن ممكن نستخدمه بالعمليات الجراحية العمليات ايش الجراحية فهو بكوننا من كونه بكونه منه الخيوط الخيوط ايش التجميلية الممكن ايش يصير لها امتصاص اوكي عشان نقدر نسكر الجراح الكايتن ممكن يكوننا جدار خلية بس لمين للفطريات لا تخربط مع السليلوز بكوننا جدار خلية لمين للفطريات السليلوز جدار خلية للنباتات اوكي هاي بالنسبة لايش لايش للكايتن هيك منكون يعني خلصنا ايش خلصنا البوليسكرايد ماشي منكون ايش ضل عندنا موضوع واحد فقط اللي هو ركز معي اجب يحكولك انه في عندنا ستارج والستارج وين موجود بالبلانت صح؟ وفي عندنا سليلوز والسليلوز وين موجود؟ موجود برضو بالبلانت صح ولا لا؟ تمام طيب شو الفرق بيناتهم؟ هلا بنا ندرس ايش؟ بنا ندرس الفرق بين مين؟ بين الستارج ومن والسليلوز في عندنا فروقات بين الستارج والسليلوز كلنا تعلمنا قبل شوي انه الستارج هو مكون من ألفا غلوكوز يعني المونمر تاعه ألفا غلوكوز والسليلوز هو ايش؟ من بيتا غلوكوز طيب منين اجتنا هاي ألفا ومنين اجتنا هاي بيتا؟ ركز معي اذا اول اختلاف انه الستارج ألفا غلوكوز والسليلوز بيتا غلوكوز بالنسبة للاختلاف الاول لو نيجي نركز عليه كيف بدي عرف انه ألفا غلوكوز وبيتا غلوكوز؟ اول اشي دايما بتروح بتركز او بتحط ايش بتحط لي خط دايما وين؟ بتحط لي خط عند ايش الكربون الاولى اذا كانت الهايدروكسل جروب او الو اتش هنحط لون ثاني مشان تشوفوه اوكي اذا كانت اذا كانت الو اتش تحت الكربون الاولى تحت بلو كربون 1 هذا منسميه الفا غلوكوز اذا الالفا غلوكوز الهايدروكسل جروب بلو كربون 1 اذا كانت اعلى من الكربون 1 هذا يكون منسمي بيتا غلوكوز إذا نعليشنا الفرق، الفرق اللي هو بتروح على الكربون نمبر اول إذا الهيدروكس اللي هو أو الـ OH تحت، منسميها ألفا غلوكوز إذا الـ OH فوق الكربون الأولى، منسميها بيتا غلوكوز البيتا غلوكوز هو المكون للسليلوز، والألفا غلوكوز هو المكون للإستعال شو هذا هو الاختلاف؟ هذا ممكن نسميه اختلاف، ماشي؟ ولكن بدك يعني مش حطينه عنوكو، بس ممكن نسميه اختلاف، ليش؟ الـ start شكله لولبي ماشي؟ الـ start شكله لولبي بالنسبة للسليلوز، بيجي straight شو بيجي؟ straight يعني بيجي إيش؟ يعني ما فيه إلتنات، بيجي straight خطي، هيك، أوكي؟ أو مستقيم، خلنا نحكي فبيجي إيش؟ بكون مستقيم، هذا اختلاف إيش؟ ممكن نعتبره إيش الثاني، ماشي؟ ممكن نعتبره إيش الثاني، إذن اختلاف الشكل، اختلاف الشكل ثلاثة الأبعاد، بيجي إيش، بيجي إيش، بيجي إيش، هلكل الـ in shape، يعني بيكون لولبي، وبالنسبة للسليلوز، بيجي إيش، بيجي مستقيم، أوكي؟ طيب، وعلشان الشكل، هذا، هاي، حطيت هنا في، كيف نفرق إذا جابنا سؤال بالامتحان على شكل صورة، وهذا إشي مهم جدا، يعني هذا يفهموا فهم، يعني مش نحفظه، نفهموا فهم، كيف ننفرق بين صورة وصورة السليلوز صورة الستارش لو نيجي نتفرج عليها وصورة السليلوز الستارش أول إشي بدك تشوف شغلتين فيه بدك تشوف أول إشي الروابط وبدك تشوف الOH إذا كانت الروابط الستارش هو مكون من ألفا غلوكوز يعني لتحت الروابط تتكون صح؟ ألفا غلوكوز لتحت الروابط والOH كلياتهم باتجاه واحد هذا السارش إذن شغلتين بتخلينا نعرف الصورة إنه هذا السارش إنه إذا كانت الروابط الروابط باتجاه واحد وكانت الOH باتجاه واحد طيب كيف بدك أعرف السارش عفوا كيف بدك أعرف السليلوز السليلوز إذا كانت الروابط مرة للأعلى ومرة للأسفل مرة للأعلى ومرة للأسفل وهذا رابط مرة فوق مرة تحت مرة فوق مرة diverse وهذا الشرح تشراهت الان كيف تميز بين هاي و هاي هاي عن ايش عن الشرح الموجوده طيب هلأ الاختلاف الثالث بالنسبة لنا ولكن بالكتاب هو الاختلاف الثاني وهذا ايش حكينا قلنا انه الستارج الستارج بنهضم بالانيمل ولكن السليولوز كانت دايجست ما بينهضم ليش لانه عندنا انزيمات بتهضم الستارج يعني بتهضم الالفة عندنا انزيمات بالانسان او بالانيمل بتهضم الالفة وما بتهضم البيتا كانت غير قادرة على هضم ايش البيتا هذا السبب انه احنا بنهضم ايش الستارج ما بنقدر يهضم ايش السليولوز اوكي وهذا الاختلاف الثاني او الثالث دكسمية زي ايش زي ما بدك هنا بس اكمل نقطة وهيك بنكون يعني تقريبا انهينا اللكتر الاول بقولك انه مرات في عندنا كائنات حية كائنات حية ماشي بتتغذى على النباتات مثلا النباتات او الحشيش خلننحكي الحشاش او الاشياء الخضرة او مثلا العشب الموجود يعني مثلا زي البقرة خلننحكي البقرة هي من الحيوانات ولكن شو غذائها اكثر ايشي بتتغذى على العشب والعشب هو عبارة عن نباتات يعني موجود فيه سلول كثير يعني موجود فيه سليولوز كثير تمام فاذا ما بستفيدش من السليولوز وكأنه مش قاعد بيوكل هاي الابقار مش قاعد توكل هلا الابقار زي هاي زي الانيمال ما عندها انزيمات بتهضم الالفة ايش الالفة ايه ايه غلوكوز ماشي الالفة ايش الالفة ايغلوكوز فشو ربنا سوى لها مشان تقدر تستفيد خلقلها خلقلها للبقر خلقلهم ايش خلقلهم في الامعاء في القتس تبعتهم بكتيريا وطلاعيات ماشي هذول البكتيريا بيهضموا ايش السليولوز هيدرولايس للسليولوز مشان يستفيد منها لانه اك يعني اغلب اكل البقر هو ايش هو هو ايش هو من العشب او هو من السليولوز اوكي كمان في عندنا النمل الابيض تيرميتس ماشي كمان ما بيقدر يهضم ايش السليولوز من طلقة نفسه اوكي فمشان هيك اه بيهو بيحتوي على بروكاريوت مثل البكتيريا بيحتوي علىه ببكتيريا عائشة بتعيش بيهو معاهو عشان ايش عشان اه تقدر اه تستفيد من العشب او الاخشاب اللي بتوكلها هاي من الابيض اوكي اخر ايشي الفطريات ماشي اه الفطريات اه اه اوصو دايجست سليولوز ان ذا ايش بيقدر قادرين على على هضم السليولوز في التراب كمان ايش بيقدروا اه لما يهضموا السليولوز في التراب يعني بيقدروا يعيدوا تدويره عشان ما يظلوا مثل ما يعيدوا ايش تدويره وهذا ايش بيفيد ايش النظام البيئي فمشان هيك كيف هاي يعني هاي الفقرة عن انه كيف بعض الحيوانات بتتكيف مع انها تقدر تهضم السليولوز لانه اصلا هي ما عندها انزيمات تهضم ففي كائنات هي دقيقة مثل البكتيريا بتعيش في الامعاء وبتساعد ها على الهضم اوكي ركز معي هلا النقاط هذول يعني نقاط معرفية خلنا حكي عشان يزيد علمك اوكي انه بعض بعض يعني القليل من الكائنات الحية بتقدر تهضم السليولوز ولكن اغلب الانيمال قلنا مما فيهم الانسان ما بيهضم السليولوز هذا الحكي هكينا شو يعني ما بيقدر يهضم يعني انه الاكل اللي موجود فيه السليولوز بيدخل القناة الهضمية digestive tract وبيخرج بالبراز بالفيسز بدون ما ينهضم السليولوز ماجي مهم جدا بالاكل ليش مهم جدا لانه بيحفز القناة الهضمية انها تفرز المخاط ماجي مشان الاكل يمشي بشكل ناعم سموث فهذا الاشي بيخلي الامور او بيخلي قناة الهضمية دايما صحية فالسليولوز هو مش غذاء للانسان ولكن مهم وجوده في ايش في الاكل الصحي تمام في ايش في الاكل الصحي هيك خلصنا يعني الكاربوهيدريت كامل بس في نقطة باننا نحكيها بسرعة نقطة وهذا ايش النقطة هسا راح اشرح لكم اياها اللي هي بتشمل هاي الصفحة وبتشمل هاي الصفحة الثنتين هذول الصفحتين ايش بتشمل هم عشان انتو تحلوا كمان ايش الاسئلة عليهم تمام شو اللي بنا نحكي اللي بنا نحكي انه الروابط في متعدد السكريات ماشي او عدد ايش الروابط او اللي بنسميه ايش عدد ال H2O اذا كان خسران او كان في عندنا اللي هو اضافة هلا تتذكر وقلنا بالديهايدريشن ببداية المحاضرة نرجع الديهايدريشن هاي الديهايدريشن ببداية المحاضرة حكينا عن الديهايدريشن اي راحت هاي الديهايدريشن حكينا انه احنا منخسر ماء علشان نكون رابطة والهايدرولايسز منضيف مشان نكون ايش رابطة سو في عندنا دائما عدد الماء عدد الماء يساوي عدد الروابط هاي اول اول ايش اول معلومة من نعرفها دائما عدد الروابط تساوي عدد جزيئات الماء اوكي تمام طيب يعني اذا جبت مثلا مركب مكون من مركب مكون من اربعة مونمر ارتبطوا مع بعض هاي مونمر هاي واحد اثنين ثلاثة اربعة كم عدد الروابط انت رح تيجي تقول لي بسهولة هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة يعني في عندي ايش ثلاثة ايش ثلاثة ثلاث روابط وايش عندي ثلاث جزيئات ماء ايش خسرناهم صح صار خسران لثلاث جزيئات ماء وتكون ثلاث ايش ثلاث روابط اوكي ثلاث روابط طيب هلا انا عندي هون سهل اجي اعد واحد واثنين وثلاث لانه عدد عدد او هذا متعدد الجزيئات صغير اذا كان متعدد الجزيئات مكون من مية بكون صعب الامور فمشان هيك ننطلع قانون مع بعضنا قانون اللي نمش عليه دايما وما تخربط اوكي نمش عليه دايما وما تخربط فدايما عدد الروابط شو بيسوي بتقول لي عدد الروابط بتسوي اعرف قديش في عندي منمر هاي واحد ثلاث اربعة فبتقول لي عدد المنمر ناقص ايش ناقص واحد فعدد المنمر قديش اربعة ناقص واحد ويساوي ثلاثة هو فعليا هاي واحد ثمتين ثلاث فخلينا نحفظهم على الشكل ايش على شكل القانون ليش مهم جدا نحفظه مع شكل القانون لانه مرات بكون عدد المنمر كثير تلاقي عددهم مثلا مية وناثة صعب تقعد تيجي ايش 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 واجاب لك بالسؤال عدد المنمر عدد المنمر لمركب لمركب متعدد سكريات عدده عددهم مية بده عدد ايش عدد الروابط وبده عدد الماء اللي خسرهم بتكوين هاي الروابط بتقوله عدد الروابط سوى عدد المنمر ناقص واحد ويساوي مية ناقص واحد ويساوي تسعة وتسين اذا عدد الروابط سوى عدد الماء وهذا ايش ديطلع ايش تسعة وتسين تمام اذا صرنا نقدر نطلع عدد الروابط صرنا نقدر نطلع عدد جزيئات ايش الماء في عندنا ايش قاعدة اوكي في عندنا ايش قاعدة وهذا الاشي اللي هو راح تلاقي عندنا في ايش الصفحة الاولى من الشي راح حكاعدة حكاعدة كوية ماشي بالاخر استنتاج شو بنطلع عدد الروابط سوى عدد جزيئات الماء ويساوي عدد ايش المنمر نقص واحد فمشان هيك بدي حللكم سؤال وانتو ايش وانتو بتحلو ايش الباقيات هاي وهاي انتو بتحلوها خلينا نحل هذا السؤال بقول لك هاو ماني موليكيول اف ووتر يعني كمن جزيئ ماء خسرنا او الريليز من تكوين من تكوين متعدد جزيئات مكون من ثلاثين ايش ثلاثين منمر شو بتقول لي ثلاثين ناقص واحد يساوي 29 سهلة هاي الك وهاي الك تمام هاي الك وهاي الك بيكتح لهم وإجابة تكون سهلة النقطة الثانية الاخيرة في هذا الليكتشر اللي هو كيف نطلق الصيغة الجزيئية لمتعدد سكريات يعني سألك سؤال بيقول لك بوليساكرايد مكون من ايش من اربعة جلوكوز شو هي الصيغة الصيغة التركيبية او الجزيئية كيف نطلع بتقول بوليساكرايد مكون من قديش بوليساكرايد من اربعة جلوكوز والجلوكوز هو C الجلوكوز هو C6 H12 O6 تمام مكون من C6 H12 والبوليساكرايد مكون من اربعة ايش اربعة جلوكوز فباليساكرايد إذا وقفت هون رح أحكي لك الإجابة غلط ليش الإجابة غلط لأنه الأربعة غلوكوز لما ارتبطوا مع بعض الأربعة غلوكوز لما ارتبطوا مع بعض صار في خسران إيش صار في خسران ماء فهذول خسران الماء بدنا نحسبهم ونشيلهم من التركيب هذ عشان يطلع معنا البوليسكرايد الصح فبتقول لي عدد الـ H2O يساوي عدد المنمر قديش عدد المنمر أربعة ناقص واحد ويساوي ثلاثة H2O قديش عندنا ثلاثة إيش H2O ثلاثة H2O فوت الثلاث فوت الثلاثة ثلاثة ضرب H2O اللي هو فوت الثلاثة على القوس بصير اللي هو H6O3 H6O3 فبتيجي وين؟ بتيجي على المركب اللي طلعته هذا اللي ضربت مباشرة فيه ونقص منه اللي خسرناه من عملية الـ H6O3 فبتقول هذا الشرح كاملاً فانت عليك تجيب جاوب هاي وتجاوب ايش وتجاوب هذا ايش الجاوب وهي الشرح كمان موجود هنا ولكن انا حبيت اشرح لكم ايش بشكل ايش مفصل هيك خلصنا الليكتر الاول ان شاء الله ايش المحاضرة الجاية عن ايش اللي بتزي اعطيكو العافية